الأسلاك المتشابكة في حالة من الفوضى فوق المباني والتماث الكهربائي انفجار المولدات الكهربائية المعرضة للحرارة الشديدة ضعف عمليات التفتيش على السلامة والوقاية وغياب مروحيات إطفاء الحراق هذا وغيره الكثير من الأسباب التي أدت لاجتعال الكثير من الحرائق المدمرة في المباني الحكومية والتجارية والمنازل والأراضي والحقول الزراعية إلى أن كادت تكون مشهدا يوميا في البلاد الحصيلة الحكومية تؤكد وصول عدد الحرائق في مناطق العراق إلى ما يقارب عشرين ألفا في الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني وتموز الماضية حرائق كان أكثرها دموية هي تلك التي شبت نيرانها في مستشفيه ابن الخطيب في بغداد والحسين في ذيقار والتي راح ضحيتهما المئات من المرضى سبعة أشهر التهمت الحرائق فيها الكثير ولم تعلن أجهات الحكومية عن إحصاء قيمة الخسائر المادية والأرواح حتى اليوم واكتفت بالإعلان عن قيمة ما تم إنقاذه فقط والذي قدر بما يقارب مئة وخمسة وخمسين مليار دينار مديرية الدفاع المدني أكدت أن الإهمال والتقصير والفساد الحكومي المتنامي منذ عام 2003 وعدم اعتماد المعايير الهندسية في بناء المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة وتذبدب التيار الكهربائي نتيجة اعتماد الملايين على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة الكهربائية إضافة لانتشار المجمعات والأسواق العشوائية بشكل فوضوي وافتقارها إلى شروط السلام والأمان أسباب أساسية أدت لزيادة كبيرة في عدد الحرائق في البلاد العام الحالي وفي حين تنجم بعض الحرائق عن شدة الحرارة أو بسبب خطأ بشري أو مشكلات كهربائية فإن بعضها على الأقل تشعل من أجل التخلص من ملفات فساد كبيرة في الإدارات الحكومية وتمس أدلة تدين أحزاب متنفذة أو تفتعلها أطراف خارجية وهذا ما أكدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لضرب اقتصاد البلاد وإبقائه رهينة للخارج